اشتركوا في القناة ومع إلى شرح بشأن أبرز ابتكاراتهم ومنتجاتهم وأكد سمو وهمية المعرض في إحياء الموروث الإماراتي وما يمثله من منصة عالمية لتعزيز التفاعل الثقافي بين الشعوب مشددا على الاهتمام الذي توليه الدولة للتراث لربط الأجيال الجديدة بتاريخها وموروثها الحضارية رفق سمو خلال الجولة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد نائب رئيس ديوان الرئاسة لشؤون التنموية وأسر الشهداء وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد وعدد من كبار المسؤولين المعارف olho باما 積لا ديوان رئيس